المهدي المهدي من المهدي هذا وإيقصته إيقصته طيب قبل ما تكلم عنه أقول هناك من تبع العلامة ابن خلدون رحمه الله في قوله ولم يسلم من أحاديث المهدي إلا القليل بل الأقل هكذا قال العلامة ابن خلدون رحمه الله وأنا أقول حتى ولو أخذنا بقول العلامة ابن خلدون ولم يسلم من أحاديث المهدي إلا القليل بل الأقل أقول حتى لو أخذنا بهذه الكلمات ولم يثبت لنا إلا حديث واحد صحيح لوجب علينا أن نقبله وإلا لرددنا على الله أمره كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حمد قال لو رددنا حديثا صحا عن رسول الله لرددنا على الله أمره وما آتاكم الرسول فخذوه تبع العلامة ابن خلدون الإمام محمد عبده رحمه الله والإمام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تبعا ابن خلدون في ذلك وأنا أقول قالوا أحاديث المهدي أحاديث أحاد أحاديث أحاد معلش اسمحوا لي يعني تأصي العلم لابد منه ويعني حتى يعني لو لم يستوعبه بعض أحبابنا وخاتنا لكن لابد من هذا التأصيل العلمي لنقف على المسائل بوضوح كامل قالوا أحاديث المهدي أحاديث أحاد طيب الأمر الثاني قالوا لم تثبت أحاديث المهدي في الصحيحين في الصحيحين بخاري ومسلم طيب الشبه الأولى بسرعة وهرجع تاني على طول الشبه الأولى أن أحاديث المهدي أحاديث أحاد وأحاديث الأحاد لا يأخذ بها في مسائل الاعتقاد بل قد يأخذ بها في مسائل الأحكام العملية هذا كلام خطر جدا لم يعرفه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لم يقل بذلك أحد من سلفنا على الإطلاق وإنما هذا أمر عند المتأخرين لم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يقول للآخر إذا نقل إلي حديثا عن رسول الله يقول له لا 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 أنا لا أقبل خبرك هذا لأن خبرك خبر أحد خبر واحد هيا ارجع هتل معك مجموعة من الصحابة ليشهدوا جميعا أن الرسول قال ذلك لم يحبث هذا على الإطلاق أبدا لم يقل أحد من سلفنا الصالح بأنه يجب أن لا نقبل إلا الحديث المتواتر عن رسول الله طب إيه الأول حديث المتواتر الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره لا تاني تاني بالراحة شوي حاضر الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره والأحاد ما سوى المتواتر فلن يقل أحد من السلف إذا ذهب صحابي لصحابي آخر وقال له الرسول قال كذا يقول له لا أنا لا أقبل خبرك لأنه خبر واحد خبر أحاد اذهب فأتني بمجموعة من الصحابة ليشهدوا معك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لقد تغيرت القبلة بخبر واحد خبر واحد والحديث في صحيح البخاري وغير من حديث عبدالله بن عمر بينما الناس صلون في قباء إذ جاءهم رجل وهم متجهون إلى الشام قال ألا إن الله قد أنزل قرآنا على رسوله الليلة وأمره بالتوجه إلى الكعبة ألا فتوجهوا إلى الكعبة فاستدار الصحابة جميعا إلى الكعبة ولم يقولوا لا لا نطمئن لذا خبرك خبر أحد خبر واحد ممكن واحد يقول له السنة عم الشيخ هذا خبر يعني يخصي حكما عمليا أقول أعوذ بالله هم ما فعلوا ذلك إلا وهم يعتقدون في صحة خبر واحد ابتداء ثم ألا تعلم أيها الحبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث دعاة ورسلا له إلى الآفاق إلى أفاق الأرض إلى البلاد وإلى الحكام والملوك ولم نسمع على الإطلاق أن واحدا من هؤلاء رد هذا الرسول أو هذا الداعية بدعوى أن خبره خبر أحد وأخذوا بكل ما نقل إليهم عن هذا الرسول من قبل رسول الله سواء في مسائل الأحكام العملية أو في مسائل الأحكام الاعتقادية أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن وأرسل مصعى بن عبير إلى أهل المدينة وأرسل دحية الكلبي إلى حاكم بصراء إلى غير ذلك لم يثبت على الإطلاق أن هؤلاء ردوا خبر الواحد أو خبر الأحد فهذه دعوة لا ينبغي أبدا أن نقف أمامها طويلة ما دامت قد ثبتت صحة الخبر هو ده الشرط ما دامت قد ثبتت صحة الخبر عن رسول الله اشترط لكذلك الخبر صحيح ولا لا طب كيف يصحح الخبر ارجع إلى قواعد الجهابذة النقاد والصيارفة الأثبات الإعلامي من علماء الحديث مش بالعقل بقى لا تحكم على صحة الخبر بعقلك وإلا كما ذكرت بالأمس لضاع الدين وإلا فأي دين سيقبل هل الذي يقره ويقبله عقلك أم الذي يقره ويقبله عقلي أنا ورضي الله عن علي لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه لكن في قواعد وضعها علماء الحديث ارجع إليها لتتعرف على صحة الخبر وتنبر معي قول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلم يأمر الله تبارك وتعالى بالتبين من خبر المؤمن الثقة أبدا وإنما أمر بالتبين من خبر الفاسق فقط وإلا لو كان خبر المؤمن الثقة يحتاج إلى تثبت وتبين لما حدد الله تبارك وتعالى الفاسقة وأمر بالتبين بخبره أو في قبره وإنما لجعل التبين مطلقا فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم خبر فتبينوا وإنما قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل ذلك على أن خبر الثقة لا ينبغي أن يتبين منه أو أن رده لأنه خبر واحد أو لأنه خبر أحد هذا باختصار شديد في المسألة دي عشان الشبهة تزول بفضله جل وعلا مسألة تانية ما ثبتتش في البخارية مسلم لقد ذكرت لحضراتكم الآن حديثين الأول في صحيح البخارية من حديث أبي ريرة والثاني في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله طيب الأحاديث لم تصرح باسمه السنة يكمل بعضها بعضا وإلا فقد قال الإمام البخاري نفسه رحمه الله تعالى قال في صحيحه لم أخرج في هذا الكتاب إلا الصحيح وما صح عندي أكثر مش كل السنة مدونا في الصحيحين يا أخوانا لم تدون كل السنة الصحيحة في البخاري ومسلم لا دا فيه مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن أبي داود ومسند البزار وا 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 دواوين السنة كثيرة دواوين السنة كثيرة مليئة بآلاف بل بعشرات الآلاف من الأحاديث الصحيحة ليس معنا للحديث ليس في البخاري ومسلم أنه ليس صحيحة وإنما ينبغي أن نبحث عنه وأن ندقق في صحته من ناحية السند ومن ناحية المتني فإن صح الحديث واجب علينا أن نأخذ به وإن لم يكن الحديث في البخاري ومسلم لأن السنة كلها لم تدون بكاملها في صحيح البخاري ومسلم أرجو الحق سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تبيين يعني هذه المسألة حتى للتبس الأمر على بعض أحبابي وإخواني وأخواتي أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا